بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله هنبدأ في حل البلاغة للصف الأول الثانوي وحنبدأ من درس الحقيقة والمجاز بداية من كتاب الأضواء الكتاب الخاص بالتطبيقات والامتحانات صفحة 48 السؤال الأول بيقول لي يقول الشعر إليه أبو ماضي كن بلسمن إن صار ظهرك أرقما وحلاوة إن صار غيرك علقما أحسن وإن لم تجزى حتى بالسنة أي الجزاء الغيث يبغي إنهما كن بلسمن يعني دواء شافيا إن صار يعني تحول أو انقلب ظهرك أرقما الأرقم نوع من الحياة الخبيثة وحلاوة طيبا يعني إن صار غيرك علقما والعلقم ونبات يضرب به المثل في شدة المرارة أحسن وإن لم تجزى حتى بالسنة يعني قدم الإحسان وإن لم تجزى يعني تكافأ السنة الأصل السناء اللي هو الشكر أي الجزاء الغيث الغيث يعني المطر يبغي يعني يريد إنهما يعني نزل وتكاثر نزوله ميز مما يلي التعبير المجازي في الأربع جمل دول تعبير مجازي أحسن إلى الناس ولا لم تجزى ولا صار ظهرك أرقم ولا إلي شاعر طبعا التعبير المجازي فيهم في إيه أحسن إلى الناس عادي تعبير حقيقي لم تجزى عادي ممكن إنسان يجزى أو لا يجزى وإلي شاعر أما صار ظهرك أرقم هو ده اللي فيه تعبير مجازي لإنه تشبيه للظهر بالأرقم وهي الحية ميز الغرض من الأسلوب كنبل ثمن هل هو النصح أم الوجوب أم الالتماس أم التمني خدوا بالكم التمني بيكون لغير العقل يا جماعة والوجوب ده إلزام وهو الشاعر مش بيلزم الناس هو بينصحهم طب واحد يقول لي إيه الفرق بين النصح والالتماس هقول لك الالتماس ما بيكون ما بين الأصدقاء أو المتساوين في المرتبة طبعا النصح بيكون أمر مترتب عليه خير للشخص بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي يدعو الشاعر لمعاني سامية أي عليه أو رفيع وضحة وضحة طبعا أن يكون الإنسان طبعا هو بيقول له كن دواء شافين إن صار الزمن حية من أخبث الحياة يبقى عليك أن تكون متفائلا حتى لو كان الزمن من حولك كأنه حية من أخبث الحياة وأن تكون شخصا جميلا طيبا حتى لو صار كل ما حولك كالعلقم أو مرا وعليك أن تقدم العطاء ولا تنتظر السناء والشكر من أحد فالمطر لا ينتظر الجزاء إذا هبط أو نزل يبقى المعاني هي على الإنسان التفاؤل على الإنسان أن يكون معطاء ونقل بعد كده للسؤال الثاني السؤال الثاني بيقول لي بين المعنى الذي تناوله كله مما يأتي ثم أذكر الأسلوب حقيقي أم خالي الألف بيقول لي أهلا بنباتة البلاد ومرحبا جددتم العهد الذي قد أخلق النباتة هنا اللم النشعة والصغار يعني الذي أخلق يعني صار قديما طبعا النباتة طبعا هو أصور هنا الأطفال بالنبتة يبقى ده أسلوب طبعا مجازي تمام بيقول لي المعلقات قصائد طوال تعد أو تعد من أجود ما قيلة في العصر الجاهلي طبعا ده أسلوب حقيقي والله إنت حضرتك شايف أن المعلقات شيء مش جميل إنت حر بس بشعب أسلوب مجازية جيم فتعلموا فالعلم مفتاح العلاء لم يبقى بابا للسعادة مغلقة تعلموا لأن العلم مفتاح للعلاء المجد طبعا ده أسلوب مجازي واضح وباب السعادة السعادة مش مبنى له باب هذا العالم العالم يشار إليه بالبنان يعني شخص مشهور حتى أن الأصابة بتشير إليه وتطبعا عند أسلوب مجازي لأن في خيال كناية إن شاء الله لما هنبقى تتشرح لكم هتفهموها بإذن الله ها بيقول لي خلقت من الحديد أشد قلبا وقد بلي الحديد وما بليته يبقى الشعر وهو عنطرة بيقول إنه هو خلق من الحديد وكأنه إيه وكأنه مخلوق من الحديد ولكن الحديد يبلى وهو لا يبلى طيب طبعا هنا الأسلوب طبعا مجازي في البيت كله لأنه لم يخلق من الحديد ولكن هو تشبيه لقلبه بقوته بالحديد مكملين بعد كده يا شباب سين ثلاثة بيقول لي عين الأساليب الحقيقية والمجازية فيما يلي هذه الفرس سريعة جدا طبعا الفرس سريعة ده أسلوب حقيقي ها هو حقيقي أما الشعر اللي بيصف الفرس بيقول إذا ما سبقتها الريح فرت وألقت في يد الريح الطرابة إذا ما سبقتها الريح طبعا الريح لا تسابق وهي بتهرب من الريح وتلقي في يد الريح طبعا الريح برضو مش إنسان عنده يد الطرابة وده أسلوب مجازي قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص طبعا تشبيه المؤمنين في قتالهم بأنهم بنيان مرصوص ده أسلوب مجازي طبعا طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه وبعضا طبعا برضو تشبيه المؤمن للمؤمن بالبنيان اللي بيقوي بعضه البعض ده أسلوب مجازي برضو بعد كده عندي قال عن طرى ابن شداد يا طائر الباني قد هيجت أحزاني وزدتني طربا يا طائر الباني طبعا هنا طائر الباني الباني نوع من أنواع الأشجار قد هيجت حركت أحزاني وزدتني طربا يا طائر الباني ده بيخاطب الطائر وبيكلمه وبيقول إن الأحزان بتتحرك بكل ده مجازي جيمة بعد كده هذا الفارس حطم غرور عدوة الفارس ممكن يهزم إنما يحطم الغرور يبقى ده أسلوب مجازي فالغرور لا يتحطم بعد كده حاتم الطائر بحر في عطاء تصوير لحاتم بالبحر برضو مجازي عندي بعد كده ضحكت الأرض من بكاء السماء الأرض لا تضحك والسماء لا تبكي برضو مجازي الحياة بغير صديق تصبح أكثر صعوبة يبقى ده أسلوب طبعا مجازي بعد كده يا شباب رقم 4 كل مما يلي يعد تعبيرا مجازيا عدا بولي تقع مصر في قارة أفريقيا أو إفريقيا طبعا ده أسلوب حقيقي خلاص بس نرى الباقي برضو قال الشاعر بلادي هواها في لساني وفي دمي يمجدها قلبي وادعوا لها فمي طبعا الهوى في اللسان طبعا والدم يمجدها قلبي كل ده مجازي قال تعالى الله وليه الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور طبعا الظلمات اللي هو الكفر يعني والنور اللي هو الإيمان فده برضو أسلوب مجازي قال الشاعر دعت مصر فلبينا كراما ومصر لنا فلا ندعو الزماما طبعا دعت مصر فمصر لا تدعو والزمام هنا طبعا اللي هو القيادة تصوير للقيادة بالزمام كل ده مجازي ده بالنسبة يا جماعة للكتاب الأول معنا النهاردة كتاب الأضواء مكملين مع كتاب الامتحان أيضا في حال تدريبات الحقيقة والمجاز تابعون نكملين يا جماعة ننقل بقى على كتاب الامتحان برضو الأسئلة بإذن الله في درس أو على درس الحقيقة والمجاز الاختياري بيقول لي تغيبين عني وكم من قريب يغيب وإن كان من المكاني فلالبعد يعني غياب الوجوه ولا الشوق يعرف قيد الزماني تعبير الحقيقي في البيتين أنهي عبارة في دول تغيبين عني ولا الشوق يعرف ولا غياب الوجوه ولا قيد الزمان طبعا الشوق يعرف ما هوش إنسان يعرف والوجوه هي مش هي بس اللي بتغيب الجسم كله يعبر بالوجه عن الإنسان كله برضو ده مجازي قيد الزمانة الزمانة ويقيد إنما تغيبين عني طبعا ده أسلوب حقيقي فالإجابة رقم ألف عندما تبدو النجوم في السماء يعني مثل اللقالي اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي طبعا التعبير المجازي في البيتين تبدو النجوم اسألوا النجوم مثل اللقالي حبيب عنده علم طبعا تبدو النجوم هي تظهر عادي اسألوا عادي جدا حبيب عنده علم أما النجوم تشبهها باللقالي هو ده الأسلوب المجازي اللي في الأربع جمل قال شوقي في متح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الهدى فالكائنات ضياء وفام الزماني تبسم وثناء تعبير في البيت السابق البيت كله على بعضه حقيقي أم مجازي أم إنشايي أم طلبي طبعا هو ما بين حقيقي ولا مجازي فالنبي صلى الله عليه وسلم هو شبهه بالهدى والكائنات ليست مضيئة والزمان ملوش فام يبقى التعبير كله على بعضه تعبير مجازي رقم 4 الشعر بيقول يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلعي طبعا التعبير في البيت هل إنشاي غير طلبي علمي حقيقي مجازي طبعا بتحدث مع الليل وبتكلم مع النوم ومع الصبح يبقى كل ده طبعا مجازي الاختيار رقم دال بعد كده الشاعر بيقول ومن يظلم الأوطان أو ينسى حقها تجئه فنون الحادثات بأظلمي بشد أنواع المصائب ظلمة التعبير في البيت طبعا الأوطان لا تظلم ولا الفنون الحادثات يعني اللي هي المصائب تأتي يبقى كله أسلوب مجازي بعد كده بيقولي التعبير الحقيقي عن معنى كلمة الحب الحب طائر يرفرف بين جوانحنا أعظم الصدر يعني الحب شعور إنساني بالفطرة الحب قيود تجذبنا خلف من نحب الحب لهيب وقت الفراق طبعا الحب طائر والحب قيود والحب لهيب كل ده تصويرات للحب مرة بالطائر مرة بالقيد مرة باللهيب أما الحب شعور إنساني بالفطرة فهو أسلوب حقيقي وهو كان عايز أسلوب حقيقي يبقى الإجابة رقم باء بعد كده يا شباب ديقولي التعبير المجازي عن النجاح حطم الطالب الدرجات حصل الطالب على الدرجة النهائية نجح الطالب في الامتحان ساعدة الطالب بنجاحه طبعا كل دول تعبير حقيقي حصل الطالب على الدرجة النهائية نجح في الامتحان ساعدة ولكن حطم الطالب الدرجات هؤية الدرجات مش شيء مدى عشان تحطم يبقى ده التعبير المجازي عن النجاح نيجي للجدول بقولي وازن أي قارن بين كل تعبيرين حطم الأول هزم جايشون العدوة طبعا ده أسلوب حقيقي حطم جايشون غرور العدوي طبعا ده مجازي ليه لأن الغرور مش شيء مدى عشان يحطم العمل شرف والبطالة عار طبعا تصوير العمل بالشرف للإنسان والبطالة بالعرض ده مجازي يا جماعة من التشبيهات أما العمل أهم ما يميز الإنسان طبعا ده أسلوب حقيقي يا جماعة أخي مشهور عادي جدا حقيقي إنما أخي يشار إليه بالبنان طبعا بأطراف الأصابع وده بتبقى بنسميها كناية عن الشهر وده أسلوب مجازي بيقولي عبر عن كل معنى مرة بالحقيقة ومرة بالمجاز طبعا اللي إحنا بقوله ده من باب بس يعني التذكير إنما أنت ممكن تقول الجمل أفضل من كده كمان يعني ممكن نقوله الصداقة مهمة ده حقيقي الصداقة كنز ده تعبير مجازي الكتاب صديق مجازي الكتاب مفيد حقيقي التعاون التعاون مفيد حقيقي التعاون مثمر لأنه شبه التعاون بنبات مسمر بعد كده السؤال الأخير برضو عن حط كلمة العالم وكلمة الجاهل في سلاسة تعبيرات هات سلاسة أساليب تعبيرية حققية ومسلها مجازية عن العالم والجاهل أديكم مثال لها مثلا زي العالم مفيد لأهل بلاده العالم سراج يضيء ليلة البلاد الجاهل مثلا ممكن نقوله الجاهل يضر بنفسه وببلاده وممكن نقوله الجاهل عبء على كاهل الأمة الأمة ما عندهاش كاهل ما عندهاش عنق طبعا ممكن نحط ثلاث جمل عليهم يبقى احنا كده النهاردة يا شباب حلينا التعبير الحقيقي والمجازي من كتابي الأضواء وكتاب الامتحان تابعوني في الفيديوهات القادمة ما تنسوش ان انا حليت قبل كده السنة اللي فاتت على الكتب بس ده الكتب بتاعت السنة دي 2022 وكمان يا جماعة احنا شرحنا البلاغة كلها من اول حقيقة والمجاز لحد التجربة الشهرية بالنسبة للسنوية العامة هسيب لك روابط كل الفيديوهات السابقة في صندوق الوصف اسفل الفيديو بشكركم على المتابعة وبشكركم على التفاعل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته